ان لا يدوم هذا الحال حال العجز بان ربي اولادنا وان ربي اجيالا جديدة قلت كثيرا لان كنا نحن جيلنا لان كان جيلنا قد باء بعار الهزيمة وعدم التمكين فلا ينبغي ان نجمع اليه عار الرضا بذلك بل ان نورث ابناءنا تلك العقيدة ان القضية ليست قضية غزة انها قضية القدس بيت المقدس فلسطين كلها كما قلت ان هؤلاء اليهود هذه ليست ارضهم وليست بلادهم انهم غزة محتلون انهم سلبوا هذه الارض واغتصبوها وسرقوها ونهبوها ليست ارضهم يوم وعد بالفور عرفوا اولادكم التاريخ وعرفوا التاريخ وعد بالفور 1917 بالفور وزير خارجية انجلترا لما وعد اليهود بوطن ونفسي جيب القصة على وجهها من اول حلم اليهود ده باقامة وطن لهم وكيف كان مرشح اغندا وكيف تفاوضوا مع الملك الحسن الثاني على ارض في المغرب وطافوا بلاد الدنيا كيف تكون في انجلترا او بدأت بقطعة في امريكا لفوا دول العالم والاخر كوم هنا قدر الله ولك ان تقرأ كلام ابن القيم عن الحكمة حكمة الله في خلق الشيطان لتعرف الحكمة من خلق هؤلاء اليهود الحكمة من وجودهم في ارضنا في فلسطين سبحان الله العظيم قدر ان يكون هنا كان مرشحا لهم قطعة في موريتانيا وكما قلت لو كانت راحوا موريتانيا ولا راحوا المغرب ولا راحوا اغندا زي ما كانت كان اوسك ان تكون دولتهم هناك لو كانوا راحوا ما كانش حد تدري بيهم لكن وجودهم هنا هو سيكون نهاياتهم وجودهم هنا هو ده نهايتهم ان كان هناك محدش زيلي بيهم الشاهد ايه لما تعرف اولادك ان 1917 لما صدر وعد بالفور وكما كان يقول بعضهم اعطى من لا يملك اعطى من لا يستحق الشاهد ايه في السنة دي كان عدد اليهود اللي موجودين في فلسطين 3% من عدد الفلسطينيين زي اي يهود موجودين في الدول العربية زي عدد اليهود الموجودين في المصر نسمتهم كم ولا اللي كانوا موجودين في اي بلد عربية نسمتهم كم كانت 3% هم دول اللي كانوا سكان اليهود اللي كانوا سكان فلسطين في الاصل 3% وكل اللي اللي قم دول اسأل هؤلاء انا احب ان اقول اسماء بس اسأل رئيسهم اللي بيجعجع ده النهاردة قولوا انت منين قولوا امك من اين جدك من اين ايه اللي جابك هنا نريد هذا ان نعلم ابناءنا ونعلم اجيالنا ان فلسطين دي قضية قضية لنا متعلقة في رأبتنا مسئوليتنا ان احنا نحررها وان احنا نرجع اهلها اليها ويجب برضو ان يخاطب اهلها المطاردون في انحاء الارض ان يفكروا في العودة نسيتوا كلمة العودة العودة لازم افهم ولادي واحفادي واجيالنا القادمة ان يحملوا هذه المسئولية وان يتحملوها وان يفكروا فيها وان يدبروا الامور كيف يقوموا بها وكيف يحملوا هذه المسئولية اللي ينتهي الامر ان هؤلاء اليهود الظالمين المجرمين ان يسكتوا عن غزة شوية فنسكت وتنتهي القضية لا 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 تنتهي القضية لا تنتهي القضية لابد من هذا وان نفهم ذلك جيدا ايها الاخوة اننا ينبغي ان نحمل من داخلنا وبكل ذرة في مشاعرنا هذا الهم هم بيت المقدس اشتركوا في القناة